اهلا بكم مشاهدين في النشرة الاقتصادية المفصلة من الميادين وفي عنوينها الأمين العام للأمم المتحدة الدمر والموت في قطاع غزة أسوأ ما شاهدته طوال ولاية والصحة العالمية تؤكد عرقلة الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع حراك العسكريين المتقاعدين في لبنان يفقد جلسة مجلس الوزراء نصابها وتلوح بالتصعيد في عال عدم الاستجابة لمطالبهم أهلا بكم قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن الدمر والموت في قطاع غزة هما أسوأ ما شاهده طيلة ولايته في منصبه الحال منذ عام 2017 وفي حوار مع وكالة أسوشييتد بريس قال جوتيريش أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف لإطلاق النار في غزة مذكرا بوجود هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدى في الشرق الأوسط ولفت جوتيريش إلى أن انخيراط الأمم المتحدة بأي دور في مستقبل غزة غير واقعي لأن قبول إسرائيل بعرض الأمم المتحدة احتمال ضعيف أكدت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود والأدوية والمعدات والمساعدات إلى قطاع غزة المنظمة لفتت إلى وجود 46 مجموعة أممية في مصر تنتظر موافقة إسرائيل للدخول إلى غزة هذا وجددت المنظمات الدولية الإغاثية تحذيرها من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع على إثر الإجراءات العقابية للاحتلال الإسرائيلي ولسيما على المناطق الشمالية للقطاع التي تشهد حصارا وتجويعا مستمرين نبه المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إلى أن أكثر من مليوني مواطن باتوا يتركزون في مساحة لا تتجاوز 30% من مجمل مساحة القطاع المحاصر ولفت بصل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قلص المساحات التي يمكن للسكان أن نزوح إليها ما تسبب في معاناة الإنسانية كبيرة ومنع بالمقابل إدخال المساعدات إليهم وتتعرض ما يسمى المناطق الإنسانية الأمنية للاستهداف من قبل الاحتلال بشكل مستمر خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو هذا العام بسبب تأثير العدوان على غزة في الاقتصاد الإسرائيلي وبحسب الأرقام المحدثة التي نقلتها وكالة بلومبرغ عن وزارة المالية الإسرائيلية من المتوقع أن يرتفع النتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% ما يعني أن اقتصاد إسرائيل سينمو بأبطأ وطيرة هذا العام منذ عام 2009 وتوقعت الأرقام أن تبلغ فاتورة الحرب حتى نهاية العام نحو 66 مليار دولار منع العسكريون المتقاعدون في لبنان الحكومة من عقد جلسة لها قبل إقرار مطالبهم بتصحيح رواتبهم بما يتناسب مع قيمتها التي كانت عليها قبل الأزمة المالية عام 2019 وأكدوا أنهم سيستمرون في تحركاتهم إلى حين إقرار مطالبهم أسوة ببعض موظفي الإدارات العامة في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن تلبية ذلك أقفل العسكريون المتقاعدون في لبنان المداخل المؤدية إلى السرايا الحكومية في بيروت لمنع عقاد جلسة لمجلس الوزراء جلسة كان من المقرر أن تبحث في الموازنة العامة للبلاد لكنهم اشترطوا أن تتضمن بنودا تعطيهم حقوقهم وتصحح رواتبهم بما يضمن لهم العيش الكريم فقطعوا الطرق المؤدية إلى هذه السرايا الحكومية بأجسادهم نحن جايين أول شيء لنطالب بحقوقنا كمتقاعدين نحن كمتقاعدين انهذرت كل حقوقنا نحن ما فينا نعيش بهذه الطريقة التي نحن عيش فيها نحن عيشين بحالي مزري جدا هن عيشين بأحلى حاليتهم هذا التحرك اليوم يأتي بعد سلسلة وعود من الحكومة بتصحيح هذه الرواتب بحسب ما يقول العسكريون المتقاعدون ومعهم وظفوء الإدارة العامة نحن بشارش باط وعدنا رئيس الحكومة أنه بشارح زيران أنه بيعمل سلسلة رتب ورواتب فنحن انتظرنا بشارح زيران ما وفى بوعده هذا التحرك ليس الأول من نوعه في لبنان إنما يأتي ضمن سلسلة تحركات للعسكرية المتقاعدين الذين يطالبون بإعادة رواتبهم إلى ما قبل الأزبة التي ضربت لبنان في خريف العام 2019 نحن مش أول مرة بتوعدنا الحكومة مكتوفة دائما الحكومة عودتنا بتوعدك بشيء وبتتصرف شيء آخر سأقتصر لك الكلام بشغلتين أما عدالي لكل موظفي القطاع العام سواسية وأما ما في عدالي الحكومة من جهتها تقول بأنها ستنظر في مطالب العسكريين لكنها لن تعطيهم سلسلة رتب ورواتب وإنما مساعدات اجتماعية تضاف إلى الراتب ولا تحتسب من ضمنها هذا يعكس الأزمة الاقتصادية في لبنان المستمرة منذ العام 2019 اختتمت فعليات معرض صدرات السورية إكسبو سوريا 2024 بدورته الأولى التي أقيمت على أرض مدينة المعارض الجديدة في ريف دمشق على مدى خمسة أيام وبحسب بيان اللجنة المنظمة للمعرض فقد شهدت أيامه الخمسة زيارة عشرات الألف من التجار والصناعيين ورجال الأعمال منهم أكثر من ثلاثة ألف من دول فاكستان والصين والعراق والسعودية واليمن والأردن والليبيا ودول أخرى وعرضت خلال الفعاليات ستمائة شركة صناعية وطنية منتجاتها النسجية والغذائية والكيميائية والهندسية ارتفع معدل التضخم في مدن مصر إلى 26.2 خلال شهر أب أغسطس وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والأحصاء ترجع أسباب الارتفاع الذي جاء بعد خمسة أشهر من التباطئ إلى زيادات في الأسعار والأسيما في خدمات النقل التي زادت بنسبة 14.9% أما مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود فارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري نظم نادي فالداي في موسكو ندوة تحت عنوان لا شرقية ولا غربية حول تأثير العقوبات الغربية ضد الاقتصاد الإيراني وسب الاستفادة روسيا من التجربات الإيرانية وشارك في الندوة عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات وأجر التطرق إلى أهمية العلاقة ما بين البنوك الروسية والإيرانية وإلى النظام البنكي المشترك بين البلدين وشد المشاركون بالأهمية الاقتصادية لممر الشمال الجنوب الذي يصل روسيا بإيران ومنها إلى دول أخرى في الخليج والهند جرى توقيع اتفاق بشأن ممر الشمال جنوب عام 2000 من جانب روسيا وإيران والهند حيث كانت مهمته الأساسية إيصال الصلع من الهند إلى عمك أوروبا عبر الأراضي الإيرانية وقد انضمت إلى هذا الاتفاق أكثر من عشر دول لدينا كثير من المشاريع في هذا المجال وهي ترمي إلى إنشاء نظام لوجستي لا يتعرض لتأثير العقوبات أهداف المشروع طموحة وهي رفع حجم نقل البضائع إلى عشرات الملايين من الأطنان في المستقبل المنظور بالطبع العمل لربط مثل هذه الأنظمة للدفعات المختلفة تماما صعب جدا ويتطلب عملا دؤوبا من جانب المؤسسات التشريعية والمالية كما تستفيد روسيا حاليا من آليات التفاف إيران على العقوبات وبينها افتتاح تمثيليات تجارية لشركات روسية في الدول الشريكة نعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيدا من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة معتبرة أن الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحد من عدم المساواة وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية درست المنظمة الدورة الذي أدته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيسها وأكدت المنظمة في التقرير من جديد الدورة التحولية للتجارة في الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك تباطأ معدل البطالة في بريطانيا خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في تموز يوليو مسجلا أربعة بفاصل واحد في المئة ويعد معدل البطالة المسجل في الفترة المنتهية في تموز يوليو أقل مستوى منذ الربع السنوي المنتهي في كانون الثاني يناير من العام الحالي ووفقا للبيانات الأخيرة بلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة مستويات أربعة وسبعين بفاصل ثمانية في المئة بزيادة صفر بفاصل خمسة في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة لتلك الفترة أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية شراء أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف برميل من النفط الخام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي ضمن التزام الحكومة بحماية أمن الطاقة في البلاد وأوضح مكتب الاحتياطيات النفطية التابع للوزارة أنه من المقرر تسليم أكثر من مليون ومئة ألف برميل شهريا بدءا من كانون الثاني يناير حتى أذار مارس 2025 إلى موقع براين موند وأضفت الوزارة أنها اشترت أكثر من خمسين مليون برميل من النفط للاحتياطي الاستراتيجي بمتوسط سعر يبلغ نحو ستة وسبعين دولارا للبرميل ارتفعت صادرات الصينية بوتيرة كبيرة في أب أغسطس الماضي وفاقت زيادة الوردات خلال الفترة نفسها وأظهرت بيانات صدرت عن إدارة الجمارك الصينية نمو صادرات ثاني أكبر اقتصادات في العالم أو ثاني اقتصادات العالم بنسبة 8.7% على أساس سنوي في أب أغسطس لتسجل أعلى وطيرة للزيادة منذ أذار مارس 2023 وكانت صادرات الصين للاتحاد الأوروبي هي الأعلى نموا من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال الشهر الماضي إذ صعدت بنسبة 13% تواجه منطقة الأمازون البرازيلية موجة من الجفاف الشديد هذا العام هي الأسوأ منذ عام 1950 وفي ولاية أمازونس أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في بلدياتها البالغ عددها 62 بلدية بسبب الجفاف وحرائق الغابات وأكد حاكم الولاية ويلسون ليما أن كل المعطيات تشير إلى مواجهة الولاية جفافا خطرا للغاية مع توقعات بانخفاض الأنهار بشكل لم يسبق له مثيل من قبل هذا وانخفض منسوب نهر نيجرو وهو أحد الروافد الرئيسية لنهر الأمازون بمقدار أربعة أمتار عن الفترة نفسها من العام الماضي مع هذا الخبر نختم الاقتصادية المفصلة للمزيد الميادين دوت نت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر